غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم دوس واحد وخدي أغنية يومي ليسا ميرساعد كولتون يومي ولو عيد الكولتون دي باسم جمع سلام ونعمة سلام ونعمة سعدت الأسقف سامير شحاتة حضرتك مين رب يباركك ويبارك تعب محبتك شكرا اللهم أمين مع حضرتك أبو مريم من أمريكا أبو مريم أبو مريم حضرتك ما تعرف ليش يعني معرفة شخصية لس حضرتك عالم من أعلام من الكنيسة في مصر يعني حضرتك شكريني يا فندم رئيس مجمع الكنيسة النعمة الرسولية فأقولنا ناخد كان عندنا بس حدا يعني استفسار بسيط لو تكرمت رب يباركك يبارك تعب محبتك بالنسبة الموضوع شكريني يا فندم بالنسبة الموضوع قيامة يسوع طبعا القيامة هي حجر الأساس كما يقول القديس بورس ولكن كان المسيح قلت به إنه قام من الأموات فكيف يقول قام بينكم إنه ليس قيامة أموات فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم ونوجد أيضا نحن شهود ظهر لله لأننا سعدنا من جاهة الله أنه أقام المسيح ولم يقيمه إن كان الموت لا يقومون لأنه إن كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم إذن الذين رغضوا في المسيح أيضا هلك هي الركن الأساس موضوع القيامة الآن فضيلة اللوصقف الآن حضرتك من نسبة يعني أنا ببحث تاريخيا على دليل على قيامة يسوع تاريخيا الأول فلم أجد دليل تاريخيا يعني أنت حضرتك كما تعلم هناك مؤرخين أبرخوا للقرن الأول منهم على سبيل المثال يوسف اليهودي وهو أرد 75 سنة كاملة منه ولم يسكن أبدا قيامة المسلوب سجلات أو أرشيف ممتاز 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 إحنا عندنا كتب المقدس والكتاب المقدس موجود في كل الحاجات ديه ممتاز فما كده أشكرت بخارجية ممتاز أو تسمع تدم الناس ممتاز وتاخده كمصدر ثقة طيب إحنا بناخد المصدر الثقة اللي كان الكنيسة والكتاب المقدس لكن غير كده ما بنصرف ساعت الأصرف سامير شحان ده بالنسبة للموضوع الكتاب المقدس ما عليش أرجو يكون عندك ساعة الصدر كما يقول الكتاب المقدس كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل أنتوا عليهم الرجاء حضرتك أي كتاب مقدس أنت بتتكلم عليه أنت عندك الكنيسة الإنجلية عدد الكتب 66 الكنيسة الكاسلوكية 33 الكنيسة القطية الأرثوسكسية الحباشية 81 الكنيسة الأرثوسكسية بص يا بل ما علاش ما علاش بس استمع بس محتفظ 66 دي حاجة تانية بالأسفار قسموها ففي تأسيمة معينة في ناس بتطم حاجات على بعضيها وفي ناس بتطم الحاجات على بعضيها ممتاز ممتاز يعني حباب بتقول فيه طواقف بتضيف كتب حضرتك أنا اتصلت بالأسفار لا ما قد اشتغل في كتب اقول لحضرتك أنا بقول لك نفس ما علاش تسمعني بس تفضل تحت أمر عشان ما تقولش كلامه بس تفضل أنا بقول لك اللي في الكتاب المقدس ما بتضيف دي على دي طيب أنا بقول وفي ناس لا هو الكتاب المقدس لا زيادة ولا مقصان منه يا فندم يا فندم والكتاب يقول إنه يزيد كلمة ما ينفعش من الله يا فندم دا ما ينفعش خالص يا فندم الكلام اللي انتو بتقوله أساسا لو سمحت لو سمحت بروح أي كنيسة واسمع يا فندم معلش عشان نقتطر الوقت يا فندم يا فندم بروح أي كنيسة واخبر واسمع لكن ليه بالتريقونات الخطات دية يا فندم انت بتتكلم بعد إيه ساعتك بتتكلم واحد متخص في هذا المجال من أكثر من 30 سنة الكلام أولا اللي انت شهادت به ما لعلاقة بالكتاب المقدس الكلام اللي حضرك شهادت به بيكلم على سفر الرؤية بيكلم على سفر الرؤية ما بيتكلم على كتاب المقدس فين في الإصحاح 22 العدد 18 العدد 18 ما بيتكلم على الكتاب المقدس بيتكلم على نبوءة سفر الرؤية النقطة التانية انت حضرك انت راجل إنجلي الكتاب اللي في إيدك 66 الكتاب اللي عند الكاسوليك 73 الكتاب اللي عند الكنيسة الحباشية 81 81 كتاب الكتاب اللي عند الكنيسة الارضبسية اليونانية 75 الترجمة البسيطة أو البسيطة الارمية 68 النقطة التانية بتقول انت حضرتك اللي موجود في الكتاب المقدس اعطني شاهد عيان على لحظة قيامة يسوع يعني يسوع ميت جسة هامدة وواحد كان واقف وشافه قام من الموت اتفضل مين حضرتك اسمعني اسمعني انت رشا انت عايز تتكلمه بس اتفضل حضرتك اديك شاهد عيان اتفضل اديك شاهد عيان اديني شاهد عيان اديني شاهد عيان انا اسمي حضرتك لا انا هتصل بك تاني ودي مش اول مرة اتصل بيك اسمك ايه عاوزي عاوزي ودي الاسم للا ما تودي الاسم تعالي هنا وما تتصلش بيه تاني لا انا هتصلك لقلبيك تاني على طول الان اسمك وانها اتصل احنا غريبة امك نتكلم هاشوف شو مضحف امك نتكلم امك نتكلم امك نتكلم امك نتكلم امك نتكلم يعني مطران أسقف سمير شحاتك رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية بمصر الكنيسة الأنجلية في مصر هي عبارة عن كنيسة مزلة تحتها 17 مجمع رئيس الطائفة كون الله أنجلية زكري اللي بنتصل به اسبوعيا دي من ضمن المجامع هذا مجمع اسمه مجمع كنائس النعمة الرسولية وذا رئيس المجمع مع الأسقف سمير شحاتك طيب لبعض انت مين وما تصلش بها بعد كده مع تحياتي إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي أربا للنسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإلهام بصنع طوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشرهم إذا نالوا لضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهد قواه وهل بقي المدود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما فوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله إن أدبرها وقد سمرتها ترجمة نانسي قنقر